السلام عليكم مرحبا بكم اخواني في الدرس الجديد على قناتكم استفهام عامي اليوم ان شاء الله غنوريكم اسباب تقييد صلاحيات الحساب بايبال يعني الليميت اللي كي جينا في البايب وغنوريكم كذلك مجموعة من الاشياء اللي خصوصكم ضروري تديروها باش تحفظوا على الحساب ديالكم وعمركم طيحوا في هاد المشكين ايضا ايشنا هي اولا اسباب اللي كتخلي بايبال تقييد لنا الصلاحيات ديال الحساب ديالنا بمعنى ان الفلوس اللي عندنا في بايبال ما يمكنش نشريه بها او نستعملوها وكذلك ما نقدرش نستقبلوها في الحساب ديالنا اذا من ابرز الاسباب اللي كتخلي بايبال تقييد صلاحيات الحساب ديالنا هو دعوة طلبات استرداد المدفوعات يعني الريفاند بمعنى ان الناس اللي بعتي لهم طلبوا انهم يسترجعوا الاموال ديالهم بدعوة ان المنتج ما تصلوش به او المنتج فيه شي مشكل ثم تاني حاجة الى الحساب ديال كله فيه معاملات غير طبيعية بمعنى كنتك تدخل خمسات المبيعات في اليوم والتيك تدخل خمسين مبيعات في اليوم ثم مشكل اخر اللي هو ان المنتجات اللي والتيك ترفع في ستور ديالك غالين بزاف مقارنة عن المنتجات اللي كنتك تحت سابقا بمعنى انك كنتك تستقبل خمسة دولار جوش دولار والتيك تستقبل ميتين دولار تلتمية دولار اذا هاد شي كامل كيخلي بايبال توقف الحساب بشكل معقد كتدبير حماية للمشترين باش ما تاخدش الفلوس انت وتعلق مثلا بمعنى انك غادي تاخد الفلوس ما تشوبش للناس ما تصفش لهم سلعادي لهم اما بالنسبة للوتائق اللي كيطلبوا منك باش يرفعوا هاد تقييد فهو كيختلف من حساب شخصي بيرسونل الى حساب تجاري بيزنس وهاد الوتائق غالبا كتكون هي نسخة من بطاقة الهوية نسخة من رخصة سياقة جواز الصفر اخر فواتير السلع اللي بعتي وفي حالة كان عندك حساب بيزنس ووتائق الشركة ده بغا نجيول كيفاش نتجنبوا هاد المشكل دي اللي ميت باش ما يجيناش للحساب ديالنا فالحل الامتال خوية هو الى كنتي كتدير دروب شيبين بمعنى انك بائع بالجملة دائما تحاول ترفع رقم التتبع اللي هو تراك النمبر في المعاملات او الترونزاكسيون اللي دخلات لك في بايبال كيفاش إلا انت مشيتي بعتي شي منتوج ومشيتي شريتي هاد المنتوج من علي اكسبرس مثلا كتاخد هادك تراك النمبر اللي تيعطيك السيلر اللي كيعطيك البائع وكتحاول ترفعه عندك في البايبال باش بايبال الى جاو يشوفوا هاد المعاملة كيلقوا بانها مبوطة فيها تراك النمبر اللي كيبين بانك فعلا شوبيتي الهاد السيد وتاني حاجة حاول تكون المعلومات ديال حساب ديالك صحيحة باش نهار يطلبوا لك اي واتقة تقدر تنسلها لهم ويرجعوا لك الحساب بدون اي مشكل وكخلاصها البايبال يلك انت كتخدم ليجال يعني بنيتك وضابط المعاملات ديالك عمرك تلقى معهم مشكل وحتى الى شي نصب وحاول ياخد ليك فلوسك كتكونت ضابط امورك حاط رقم تتبع وكل شي عندك مقادم وبالتالي هنا كيجيوا من جهتك وكيخليوا ليك الحساب ديالك لكن كتبقى واحد النسبة ديال 5% يقدر مشيلك الحساب الى درتي شي غلط دون علم اوقع لك شي مشكل مع المورد الخاص بك بالتالي هنا يا ضروري كان نصحك اخي اختي ان عمرك تخلي واحد المونطان كبير مبلغ كبير في الحساب ديالك وهد شي اخوتي اللي شرحت لكم اليومة باش ان شاء الله تجاوزوا هد المشكل ديال الليميت والحجز على الفلوس ديالكم في البايبال وباش ما نطولش الفيديو في الدرس الجاي ان شاء الله غنوريكم طريقة تفك الليميت حتى لاقدر الله الى وقع لكم هد المشكل في حساب ديالكم تقدروا تحلوا هد المشكل بكل بسطة ان شاء الله اذا اخويا اختي الى عجبكم هد الفيديو ديروا جيم وبرتجوا مع الاصدقاء اللي مهتمين بهذا المجال ولكن اخي اختي هدية اول زيارة لك القناة فلا تنساش الاشراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا اول باول ودمتوا في رعاية الله